موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجدد بكم الترحى بأعزاء الصغار لنواصل دروسنا من خلال عملية التعليم عن بعد مكون الإملاء دعم ومراجعة للدرسين همزتي الوصل والقطع لنتذكر جميعا قاعدتي هذا الدرس كما ترون وضعت لكم مجموعة من الجمل سأقوم بقراءتها أولا بعد ذلك سنتذكر هذه الهمزات المكتوبة بلون مغاير الساحة واسعة أصمت يا أخي انتبه يا ولد قرأت الكتاب جيدا كما ترون أعزاء الصغار هنا مجموعة من الهمزات التي سبق أن تعرفنا عليها إذن فالهمزات الثلاثة وهي أ نكتبها في أول الجمل في أول الجملة إذن تكتب في أول الجملة إذا لاحظتم الساحة واسعة إذن كتبناها هنا في أول كلمة أيضا أصمت إذن مثل ما تنتق تكتب أيضا أصمت لا يمكن أن نقول اسمت إذن سنقول أصمت سنكتبها أيضا بدم صغيرة فوق الألف عندنا أيضا انتبه أن هذه الهمزات الثلاثة تسمى همزة الوسط وتكتب في أول الجملة وأيضا تنتق تنتق وتكتب في أول الجملة بالنسبة للهمزة الأخيرة ميم صغيرة إذن ميم صغيرة الهمزة التي يوجد فيها ميم صغيرة نكتبها في وسط الكلمة في وسط الجملة عفوا أو في آخرها إذن لا يمكن أن تكتب في أول الجملة وهي تكتب ولا تنتق إذن استمعوا جيدا قرأت الكتاب جيدا إذن كتبناها ولم ننتقها إذن هذه الهمزات تسمى همزة الوصل أيضا عندنا همزة القطع إذن الجمل وهي كالتالي أسمع كلام أبي أختي أحبها إنني سعيدة إذن هذه هي همزة القطع إذن لنتدرب أكثر صغاري وذلك بإنجاز تمرين واحد أتدرب الصفحة مئة واثنان وخمسون إذن مطلوب منكم هنا أن تملأوا هذه الكلمات بالهمزات التالية هنا همزات القطع وأيضا همزة الوصل بالنسبة للرقم إثنان أو السؤال إثنان عندنا التذكر وأيضا الكتابة كتابة جمل جملة تتضمن همزتي الوصل وجملة تتضمن همزة القطع بهذا الشكل المطلوب كما أدعوكم أيضا صغاري أن تنتقلوا للصفحة مئة وتمانية وخمسون وتجيبون على السؤال واحد واثنان واحد أتدرب أيضا نفس طريقة السؤال السابق ملء هذه الفراغات بالهمزة المناسبة وأيضا بالنسبة للسؤال إثنان عندنا التذكر وكتابة أيضا جملة أو كلمات تتضمن همزة وصل أو قطع هنا المطلوب منكم كتابة جمل أو كلمات تتضمن همزة الوصل أو القطع لنكون هنا أعزاء الصغار أنهينا الدعم الشامل للدرسين همزتي الوصل والقطع تمتم متألقين وإلى اللقاء